وفي هذا السياق أكد المهندس المقيم لمشروع المجاري زياد منصور أن السوداني تعهد بقرب مباشرة بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تقدر بـ 35% ليكون المشروع جهزا للعمل نهاية العام الحالي زارا اليوم معالي دولة رئيس الوزراء المحترم إلى مشروع مجاري بيجي للطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز الحقيقية المتحققة داخل المشروع الحمد لله كانت الزيارة تشجيعية وتحفيزية وكانت معنويات الكوادر العاملة وقد قاموا بالاطلاع على كافة تفاصيل العمل والمشروع وعدنا باطلاق المرحلة الثانية من المشروع نسبة إنجاز المشروع الحالية داخل محطة المعالجة هي 90% العمال المتبقية جزء من العمال الكهربائية وجزء بسيط من العمال الميكانيكية إن شاء الله سوف يتم تشغيل المشروع بالكامل في نهاية هذه السنة في شهر الـ 12 وإن شاء الله خلال الأيام القادمة وحسب ما وعدنا دولة الرئيس بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع مجاري بيجي المرحلة الثانية شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة المشروع الحالي يخدم 65% من المدينة والمرحلة الثانية تخدم 35% من المدينة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر